مع عودة الحياة إلى أغلب المفاصل في مدينة تكريت هذه المرة شملت الجانب الديني حيث اجتمع أبناؤها لآداء صلاة الجمعة في جامعة تكريت الكبير بعد أن تم افتتاحه قبل أيام شخصيات اجتماعية عبرت عن سعادتها لعودة افتتاح جامعة تكريت الكبير كونه يمثل رمزية مهمة وصرحا حضاريا يعتز به أهل المدينة في الحقيقة والواقع من السعادة والسعور أن نرى ونشاهد هذا المسجد أو الجامع الكبير الذي هو محل للجمع المؤمنين ولوحدة الكلمة ولرس الصفوف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل ما بقي من هذا البناء لأن هذا البناء هو بناء لشخصية الإنسان المسلم أعمار المسجد ليس هو بالبناء وإنما أعمار المسجد بالحضور أيضا وأيضا نشكر الأستاذ أو الدكتور خميس العزاوي على هذه الكلمات الطيبات بالتأكيد عودة الصلاة إلى هذا المسجد المهم وسط مدينة تكريت هو استمرار لجهد حكومي منتظم في إعادة الحياة إلى المؤسسات الحكومية اليوم دارت الوقف السني في صلاح الدين مدعومة من ديوان الوقف السني حقيقة ساهمت بجهد كبير في إعادة افتتاح وإعادة الحياة إلى هذا الصرح المهم داخل تكريت من المهم أيضا أن نتحدث في أهمية أن تكون للمنابر الدينية حقيقة لغة تختلف عن ما كانت سابقا لغة تدعو إلى التسامح لغة تدعو إلى وحدة الصف لغة تدعو إلى نبذ التعصب والتشنج وبالتالي منع لأي ظاهرة ممكن أن تنبت وتكبر فيها ظاهرة التطرف والإرهاب الدكتور عمر الشنداح قام مقام قضاء تكريت على بركة الله سبحانه وتعالى تم افتتاح الجامع الكبير في وسط تكريت وهذا الجامع المبارك يجمع جميع أهالي تكريت والمواطن والمصلي حينما يأتي من بيته يشعر بالطمئنين العالية ويشعر أنه في بيت من بيوت الله وعلم أن هذا الجامع في مركز المدينة وهذا الجامع هو الأم في هذه المحافظة التي قد حررها الله سبحانه وتعالى على الأيدي المباركة على أيدي جند الله الذي اختارهم لتحرير هذه المنطقة فتحية لأهل تكريت وقبل أهل تكريت المباركين تحية لجيشنا الباصل ولمن قام بتحرير هذه المدينة المباركة ولمن ساعد وساهم في فتح هذا الصرح العظيم هذا البيت المبارك هذا البيت الذي يجمع كل أبناء المحافظة بمختلف أطيافهم الدكتور خميس محوس العزاوي خطيب جامع تكريت الكبير إقامة الصلاة في الجامع الكبير أسكتت الكثير من الأقوال والتخرصات التي حاولت النيلة من نحمة المجتمع العراقي وأكدت أن الوازع الديني مصدر توحيد وليس تفريقا لأبناء الوطن الواحد ترجمة نانسي قنقر